علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وموزنبيق وتعد عكاساً حقيقياً لقوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين وتقارب في الرؤى بين قادة البلدين وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وموزنبيق نمواً ملحوظاً وأخذاً في التزايد خلال الفترة القادمة علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وموزنبيق وتعد عكاساً حقيقياً لقوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين والتقارب في الرؤى بين قادة البلدين خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً وأخذاً في التزايد خلال الفترة القادمة فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزنبيقية بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلها بزيارات إلى مابوتو وبدأ بعضها بالعمل في تأسيس مشروعات لهم فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية لأول مرة في معرض مابوتو الزراعي والصناعي والتجاري الدولي في عام 2019 كما شهد معدل الصادرات المصرية إلى موزنبيق ارتفاعاً بمغدار سلاسة أضعاف خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة بقيمة تقدر بستة ملايين ونصف مليون دولار كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة عشر بالماء في عام 2017 مقارنة بعام 2016 وذلك نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيميائية وتعد أهم الصادرات المصرية إلى موزنبيق السكر والأسمدة والحبوب وشهد عام 2019 زيارة لوفد من موزنبيق إلى مصر ضم نحو سلاسة عشر شركة تبحث عن خلق فرص للتعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجالات المعدات وإعادة تدوير البلاستيك والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات البترولية والمواد الغفائية كما يلعب منتدى الأعمال المصرية الموزنبيقية الذي نظموا الاتحاد العام للغرف التجارية دورا هاما في تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجارية وبحث الفرص الاستثمارية وتجمع مصر وموزنبيق العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة والثقافة والتعليم السياحة بالإضافة إلى الزراعة والعلوم والتكنولوجيا حيث تسعى مصر لتقديم خبراتها في مجال البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي إلى موزنبيق وهو ما يؤكد تطلع البلدين إلى تعزيز التعاون لتحقيق الخير للشعبين المصري والموزنبيقية